السلام عليكم وفيديو جديد مع احمد اسرائيلي وفرجن تامانية. اه الفرجن هي عبارة عن نسخة او على حسب ما انت بتنطقها. انا معدلتش فيها اي حاجة غير التهنيج. النسخة مش مخصصة للمحفلاتية مخصصة للناس المعتزلة. هنا بتاعها. انا بس حطيت اسمي في بس عاجة بسيطة جدا. هنا الخصية والسمات والشكل بتاعها الكلي والشاشة الرئيسية والشاشة المحادسة والوجهات وكله هنا لو عايز تعمل اخفاء لاخر ظهور. وهنا العددات بتاع تيو كلها هي اتمنى احاس في الرسالة. اتمنى احاس في الحالات. ازهار صحينه بعد الرد. وهنا لو عايز تعمل باسورد او تغير باسورد. وهنا السمات بتاعتها يستحسن تحط سيمة علشان ما حدش يعرف يا هنجاك. طبعا النسخة بقول للناس المي مش محفلاتية الناس المعتزل. وهنا ستايل الشكل بتاعها نوع الخط. الخط دوت لي قصة تانية خالص بقى هنشوفها في اخر الفيديو. انت سيب الخط تلقائي زي ما هو كده. وما تغيرش في اي حاجة. بس مش هيبه معك بالشكل ده. هو مش هيبه بتخين بالسمك كده. انت هتخليه بالسمك دوت وهتعرف دوت في اخر الفيديو. وهنا بقى النسخ الاحتياطي والاستعادة. هتحط الملف بتاعك بتاع السرعة. شوف اي ملف السرعة انت تحبه او انا هسيب لك ملف السرعة بتاعي في تحت. والاستعادة بعد السرعة علشان نسخة. بعد ما لقى السرعة عشان النسخة ما تغنيكش معك. وهنا اللغة فوقها هيت عشان لو ما بتحبش اللغة العربي. وكده كده هيتثبت على حسب فونك لوها بالانجليش هتثبت بالانجليش. وهنا البقية الاعدادات بتاعتها كلها هيت الاعدادات العامة بتاعت الشاشة الرئيسية من برا. واعدادات المحادسة بتاعتها هيت البار العلوي. آآ الخلفية كل حاجة هنا زي ما هي هي. نسخة يوب الزبطة حتى لو دخلنا هنا على المطور بص خالص يوسف الباشا. آآ شكرا لك هنا الناس اللي يوسف الباشا بيشكرهم. اه. او العد البعد يوسف الباشا بيشكرهم. لان اسم يوسف الباشا موجود. فنسخة زي ما هي. نسخة يوب. نسخة يوب الزبط. بس فيها مميزات زي الرد التلقائي. اه فيها المميزة بتاعت الرد التلقائي. الميزة بتاعت الرسالة بالوقت هنا اهو الريبلي على كونتاكت 3 الغدارين بيعمل ريبليه تقيل وبيوصل بسرعة طبعا على النسخ العادية هنا اتعمال ريبليه بسرعة واتبعد بسرعة تعالى نمسح خلدون دوت علشان لو انتو بتقولوا ان انا كلا معاقزة علشان لو انتو بتقولوا ان انا ممكن مسلا اكون عامل ريبلي دوت قبل كده نمسح خلدون ونجرب ريبليه عليه تاني اهو مسحنا خلدون تعالى نطلع لفوق كده الشات تقيل طبعا عشان لسه مسبت النسخة دلوقتي حالا بس هي نسخة خفيفة بتشوف دلوقتي في الريبليه على الكونتاكت اهو مسلا نعمل ريبليه هنا اهو في لحظة هتعمل ريبليه ريبليه هنا اهو في لحظة برضو اه نعمل في مسلا ريبليه هنا في لحظة برضو ما بتهنكش كونتاكت نهائي والريبليه كله بيوصل تعالوا نجرب خلدون طبعا التقل ده من فوني هو كل حاجة بتعتمد برضو على حسب الرمات ما حدش يقول لك لا اهنا لغاش علاقة بالرمات وما خليش حد ده بليقول لك انها ليه علاقة بالرمات وبتاع لأ ما انت مش هتجيب رمات اتنين او رمات تلاتة رمات تمانية او رمات اقل من كده بشوية او اعلى من كده بشوية فطبعا هو كله بيعتمد معاك على الرمات مش اكتر هو كل حاجة بتعتمد معاك انت على الرمات مش اكتر تمام ايه دي خلدون اهو ما دي بقية الفيروس اهو بتهنكش كونتاكت خلص ايه بقية الفيروس فوقه كله ما بتهنكش كونتاكت تمام كده ودي فيروس خلدون اهو اه الميزة بقى بتاعتها او المميزات بتاعتها هنا بقى ايه رسالة بوقت معين اللي هو بتعمل كده او وقت معين للرسالة النامي اللي فوق خالص ديت بتحطي فيها الشخص اللي عايز تبعت له الرسالة وهنا ديت بتحطي فيها الرسالة اللي انت عايز تبعتها اي رسالة اي حاجة انت عايز تبعتها له فوقت معين هنا بتحط اليوم اللي انت عايز تبعته له فيه التاريخ هنا اختار اي يوم انت عايزه وهنا بتختار الوقت تشوف انت عايز تبعته له الساعة كم كده بعد ما بتدوس وتحدد الساعة بيحدد لك دقيقة. دوس بقيت ستين ايه. وهي بتدوس تحت خالص انا. طبعا تحت خالص ديات مش هتنفع اهو. قال لك ما فيش نيم. عشان ما حطتش حد. انا ما حطتش حد ابعت له الرسالة. اه تعالوا بقى نشوف تاني ميزة وهي الرد التلقائي. عفوا. عفوا. لما اخزة. دخلنا تاني برضو على الرسالة اللي بوقت. احنا عايزين الرد التلقائي. اهي. الرد التلقائي. بتفعل اللي فوق ديات بتخليها خضرة وبتدوس تحت هنا. اه طبعا تعرف بتعمل زي الرد التلقائي بتكتب الرسالة اللي انت عايز تعمل لها رد تلقائي وبعدها بتحط الرد التلقائي بتاعها وبعدها بتحط بقى الوقت بتاعها او او من يوم ايه اليوم ايه الرد التلقائي دوات يشتغل. وفي الاخر خالص بتدوس عادت طبعا وهمش هيعمل معي قددا علشان ما كتبتش رسالة هنا بتكتب الرسالة اللي عايزة تعمل لها الردات القائية. اا تالت ميزة معنا بقى وهي هى i-c للجروبات. بي-c للجروبات. بتحط فيه الجروبات اللي انت عايزة تعمل لها عادة توجيه في لبي-c او تبعت رسالة وتتحط في كل الجروبات مرة واحدة وتعدش تحدد الجروبات عشان ترميها لهم او تعطيهم الرسالة هي مرة واحدة او بتحط الرسالة اللي انت عايزة. اه ده كده على ما اعتقد زلت تربع الشرح انتهى بس بقى عايزين ايه دوت اهو بتكتب هنا الرسالة اللي انت عايزة وبتبعتها في السبع جروبات اللي انا فيهم دلت هيوصلوا في السبعة في نفس اللحظة. على ما اعتقد كده الشرح تمام وهنا فيه ارشافة تحت اهو. بتقرشف المحادسات عشان لو حد بيرمي عليك فيروس تقيل ولا اي حاجة. اه وانت شايف ان هو ممكن يهنجك ممكن تقرشف. وهنا فيه اخفاية المحادسة اهو اخفاية المحادسة ما تبصش عن نمط يا حبيب قلبي. المهم? اخفاية المحادسة المحادسة اختفت ايه. بتاعت الروم بتاعي اللي كنت بجرب في التست اختفت. تمام كده اظن كده النسخة تمام وجميلة وسريعة وكل برضو زي ما قولنا بتعتمد على الفون. تعال بقى نشوف دلوقتي ازاي نغير الخط بتاع النسخة ونخلي الخط بتاعها اللي هو مهند علشان ما تهنجش. الموضوع مش صعب ومش معقد انت بس كل بتعمله ان انت هساب لك البرنامج دوت في الوصف تحت. وهي هتثبت البرنامج. بتخش تثبت البرنامج دوت وانا هوريك ازاي تغير خط بتاع اي تطبيق يعني ممكن تغير نسخة المتجر او غيرها او غيرها عن طريق البرنامج دا برد. نوقع في الفيديو عبا لما تثبت ونرجع تاني. بتفتح البرنامج اول ما بيفتح معاك. بيفتح بالشكل ده. بتدوس على العلامة اللي تحت على الشمال دي. دوس دوس دوس. فتح معاك بالشكل ده. اه طبعا انت مثبت النسخة وكل حاجة تمام. فانت هتلاقي النسخة في ابس. اللي انا واقف عليها دلوقتي دي. هتلاقي النسخة هنا. هتلاقيها في حتة هنا. هتدوس على النسخة وهتعمل زي ما هوريك دلوقتي. بس انت هتلاقيها هنا عموما لو انت مثبتها. بس انا عشان مغير الخط بتاعها بالكده فانا لقيتها هنا. اهو. التعديل بتاعها اهو. اهو. انت ممكن تغير بتاعتها. ممكن تشيل الاسم بتاعها. ممكن تغير الايكونة بتاعتها. ممكن تغير كل حاجة فيها. طبعا انت بتختار دي. اللي انا واقف عليها دي. اظن انت شايفها. وبتنزل لتحت. بتنزل لتحت. لحد اما تختار المفعلة دي. يلو واحدة اللي باينة فيهم. ايه. بس طبعا مش هينفع اعدل عليها تاني لان انا معدل عليها مرة. فتعالوا نشوف على ايه. على تطبيق تاني مسلا او تاني. ايه. مهم مش موضوع مش موضوع انا. عذروني. مش متعود ان انا عمل شرحات بصوتي. تعالوا نجرب على البرنامج اللي بنعمل بيه اصلا. بتنزل هنا. وبتدوس على دي. وبتنزل. وبتختار اللي تحت فونت. فونت ستايل. سكيل ولا ستايل دي. مهم? وبتخش على على الخط. انا عسيب لك الخط في ديسكريبشن. اهو. هو الخط ده. بتدوس عليه. ديت بتبقى الهون هاخدر كده. بترجع الورا. وبتطلع فوق خالص. بتيجي على اول واحدة دي. وبتفعل اول واحدة علامة صح. بتعملها علامة صح. بعد كده بتدوس موافق. وبعد كده بتدوس هنا. وبتدوس دي. وبتدوس موافق. تمام كده? بيبدأ معاك يحمل طبعا انا هلغي. علشان انا مش عايز اغير الخط بتاعه. بيبدأ معاك محمل وبعد ما بيحمل بيجيب لك على طول وتثبتها على طول. وتثبت النسخة بالخط الجديد على طول. بس انا علشان مسبتها بلكده او مش عايز اعمل دي. فمهم? لو انت بقى عايز تاخد النسخة كملف اي بي كي بتدوس هنا بترجع على النسخة وتدوس حفز. وبتحفظها في المجلة دي اللي انت عايزه. والنسخة بعدها بتفتح معاك بالخط التخين اللي هو اللي احنا شفناه في الفيديو. الخط الخط السميك اللي هو ما بيهنكش من خلدون او فيروس الربلي عموما زي كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.